قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ياريت ما ننساش نتصلي على النبي ونالها الأخوان في فلسطين إن ربنا ينسرهم ويسبتهم وياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة واحدة جزها سادي ومريض نفسي بيعذبها وكل يوم بينزل فيها ضربة حتى وهي حامل فبتحط خطة جهنمية علشان تتخلص من سيطرته عليها يا ترى لما يكشف خطتها يعمل فيها إيه؟ ده اللي هتعرفه لما تتفرج على الفيديو للنهاية بيبدأ فيلمنا مالوس إن الجزء بيحضلها على العشب ومناسبة هيتجوازهم الأول وقبل ما يتعشوا بيوريها البيانو الأبيض اللي جابهو الها هدية فبتشكره وبتسأله ما جابتهوش إسود ليه زي ما طلبت منك فبيقولها إنه شايف إن اللون ده أحسن من الإسود ولما مادسون بتقوله إنها عايزة تخلف بيرفض لإن بابا كان بيعذبه وهو صغير وهو خايف يعمل كده مع ابنه فمادسون بتقوله إنها سابت شغالها في المستشفى علشان وضحت بكل حاجة علشان تساعده وهو كمان لازم يضحي شوية علشانها وتاني يوم بتعمل مادسون اختبار الحامل لكنها مش بتطلع حامل وبعد كده بتشوف مايكل وهو قصد مقبرة مامته وبيقولها إنه ترقف الشغل ونفذ وصيطة وفتح بيت وهو اللي بيصرف عليه ولما بيرجع للبيت بيلاقي مادسون عملاله حفلة مفاجأة وعزمة كل أصحابهم وبتكون صاحبتها تشيلسي من ضمن المدعوين في الحفلة وبتقول لمايكل إن جوزها مايكل مثالي زيادة عن اللزوم وإنها خايفة من إن المثالية دي يكون مستخبي وراها شخص تاني هي ما تعرفوش فمايكل بتقول لها إنها عارفة جوزها كويس ومتأكدة من الحب وليها وبعد الحفلة مايكل بيقدم لمايكل هدية عبارة عن سلسلة مكتوبة عليها حتى يفرق بيننا الموت ولما مايكل بيرجع البيت بيلاقي مادسون مستنياة وبتكون متعصبة جدا لإنها لقيت شريط دا وبيمنع الخصوب عند الرجالة موجود بين هدومه فبتسأله بعصبية إنت إزاي تعمل فيها كده وتحرمني من الحاجة الوحيدة اللي بتمنها في حياتي وبتقول لمايكل إنه كذاب ومايفرقش حاجة عن بابا وهنا مايكل بيدربها بالألم فبتوقع على الأرض وساعتها بيقول لها إياك تجيبي سيرتو في بيتي وصوتك ما يعلاش عليها تاني وبيقول لها إنه هو اللي بيصرف عليها وهو اللي بيحط القوانين اللي لازم هي تنفذها من غير النقاش وبيكمل مايكل كلامه مع مادسون وبيقول لها إنه وظفتها تكون خدمة لي وتشوف طلباته وهو اللي يكرر إذا كانوا هيخلفه ولا لا وبعد كده بيقول لها أنا آسف أنت اللي خلتيني أعمل كده وبعد شهر بتكون مادسون وقفة قدام المراية ووقتها مايكل بيجبرها تلبس فستان معين وتغير تسريحة شعرها فبتنفذ اللي طلبوا منها ولما بيروحوا الحفلة بتوقف مادسون مع واحد زميل مايكل وبتجمله وتتكلم معي فجوزها بياخدها وبيرجعوا للبيت وبيتخانق معيها بسبب اللي شافوا منها في الحفلة وتاني يوم بتكون تشيلسي بتزور مادسون في بيتها فمادسون بتقول لها إنها حامل وبتكون فرحانة جدا لإنه أخيرا هتحقق حلمها وتبقى أم وبعد أربع شهور بتكون مادسون في المستشفى اللي بتشتغل فيها كممردة يومين في الإسبوع في الفترة الصباحية من ورا جوزها ووقتها بتشتكل تشيلسي من معاملة مايكل ليها وبتقول لها إنه لما عرف إنها حامل سألها إذا كان اللي بطناها دائمنا ولا لأ ولما تشيلسي بتسألها هو بيدربك مادسون بتقول لها لما بيكون راجع مدايق من حاجة حصلت ليه في الشغل بس فتشيلسي بتقول لن مادسون إن ده ما يدهوش الحق إنه يضربها وخصوصا لإن هي حامل وبتطلب منها تروح تبلغ عنه الشرطة لكن مادسون بترفض وبتقول لها إنه جوزها وأبو إبنها وهي واسقافي وبتكرر ضرب مايكل ليها وكل مرة بيبقى أصعب من المرة اللي قبلها وبعد مدة بتاخد مادسون شنطة هدومها وبتقول لن مايكل إنه ما بقيتش قادرة تعيش معي علشان كده هتروح تعيش مع تشيلسي وساعتها مايكل بيقول لها ما فيش خروج من هنا أنا ما أقدرش أعيش من غيرك ولما بتصمم على موقفها بيهاجمها مايكل فمادسون بتضربه بالفضع على راسه فبيقع على الأرض وهي بتخرج من البيت بسرعة ولما بيجري وراها مش بيوصل لها لكنها بتعمل حدثة وبينقلها المستشفى وفي المستشفى تشيلسي بتكون منهار رقصات قوضة العمليات وبيكون مايكل معيها ولما بيخرج الدكتور من قوضة العمليات بيقول لمايكل إن مراته وابنه ماته ووقتها مايكل بينهار وبتفضل تشيلسي تغيط ولما الدكتور بيسأل مايكل إذا كان عايز يشوف الجثة مايكل بيرفض وبيخرج من المستشفى وبنشوف مايكل بعدها وهو بينصر تراب ابنه ومراته في النهر ولما بيرجع البيت بالليل بيكون منهار وبيحاول يقتل نفسه لكنه مش بيقدر وفي اللحظة دي بنرجع بالزمن وبنعرف إن تشيلسي وماديسون عملوا خطة على مايكل وزيفوا موت ماديسون وتفقوا مع واحد يمثل إنه دكتور وعمل العملية لماديسون لكنها ماتت هي واللبطنها وبعدها بتروح تشيلسي للمستشفى وبتدي ماديسون حقنة وبتقول لها إن الحقنة دي لما تحقن بها نفسها هتفقد الوعي خلال دقيقتين وده هيكون قبل معربية الإسعاف توصل بالزبط علشان لما يوصلوا يلاقوها فقدة الوعي وبتطلب تشيلسي من ماديسون إنها لازم قبل ما تاخد الحقنة تجرح نفسها عشان يباني إنها عملت حدثة فعلا وبتشوف ماديسون وهي بتنفس كل اللي تشيلسي طلبته منها وفي نفس الوقت اللي الدكتور المزيف بلغ مايكل فيه إن ماديسون ميتت بتكون ماديسون بتستعد عشان تخرج من قوضتها وبتسيب السلسلة لمايكل كانت دهالة هدية وبتخرج من القوضة وبنرجع تاني علشان نشوف ماديسون وهي مع تشيلسي بعد ما هربت من المستشفى وبتكون ماديسون متوترة جدا بسبب اللي عملته لكت صاحبتها بتهديها وبتقول لها إن ما كانش في حل قدامها تاني علشان تقدر تخلص من مايكل واللي بيعمله فيها وبعد كمي يوم بتشوف ماديسون وهي بتشتغل ويتر في مطعم صغير في ولاية تانية بعد ما غيرت اسمها الكيت وبعد فترة شيلسي بتزور ماديسون في باكان شغلها بالليل وبتديها ظرف فيه فلوس فماديسون بتشكرك وبتحكي لها عن بيتها الجديد والحياة الهادية اللي بقت عايشها بعد ما تخلصت من حياتها القديمة ويتاني يوم بتوضب ماديسون بيتها الجديد وبتختار تلبس فستان باللون اللي هي بتحبه والصبح بابتها بيخبط ولما بتفتح الباب بتلاقي جارها أليكس وبنته الصغيرة راتشل ووقتها أليكس بيقول لماديسون إن راتشل بنته بتجمع تبرعات علشان تساعد بها الفقرة زي ما طالبوا منها في الحضانة بتاعتها فماديسون بتدي راتشل التبرع بتاعها وبيقدر أليكس يعرف من ماديسون إنها عايشة لوحدها وتاني يوم ماديسون بتشوف أليكس وبياخد لمون متشجرة اللمون اللي في جنينة بيتها واللي بيفصل بينها وبين بيت أليكس الصور خشب فماديسون بتروح له بتتغصب عليه لكن بعد كده بيتصلحه وبيعزمها على عشب بيته وبالليل ماديسون بتروح تزور أليكس وبنته وبتتعش معيهم ومع الوقت بيقربوا أكتر من بعض وماديسون بتحب البنت الصغيرة اللي في نفس الوقت بتتعلق بوجودها في حياتها وبتبتدي ماديسون تخضل لولادتها وأليكس وبنته بيكونوا جنبها دايما وتشيلسي بتزورها من فترة للتانية وفي يوم أليكس بيسألها إذا كان كيت هو إسمها الحقيقي وبيقول لها إن شافها في السوبر ماركت وندع عليها بإسمها لكنها مردتش عليه فبتحكي له كل حاجة عن حياتها ولما بتسأله إذا كان هو مراته منفصلين فأليكس بيقول لها إن مراته ماتت وهي بتولد بنته ومن يومها وراتشيل هي كل حياته ولما بيحاول إنه يقرب منها بتبايد عنه وبتقوله إنها مش مستعدة تدخل في أي علاقة دلوقتي فبيعتزلها ووقتها مادسون بتسيبه وبتمشي وتاني يوم سكرتيرة مايكل بتبلغه إن فيه موظفة من المستشفى طلبها على التليفون وبتقول إنها عايزة تتكلم معها بخصوص مراته فبيرد عليها فالموظفة بتقوله إن مراته ماستلمتش آخر مرتب ليها وإنها بتحاول تتصل بيها بالتليفون لكن شكلها غيرت رقمها وساعتها مايكل بيقولها إنه أكيد في حاجة غلط لإن مراته ماتت وما كانتش بتشتغل عندهم وصاحبتها تشيلس هي اللي بتشتغل عندهم ويمكن يكونوا طلغباته في الأسامي لكن الموظفة بتصمم على موقفها وبتقول لمايكل إن مراته كانت بتشتغل عندهم في الفترة الصباحية أيام الأربع والخميس من كل أسبوع فمايكل بيقول لها إن مراته كانت بتجري الصبح اليمين دلم كل أسبوع وبيقول لها إن مراته ماتت في المستشفى عندهم وبيطلب منها ترجع الملف بتاعها ولما الموظفة بترجع ملف مادسون بتقول لمايكل إنه فعلاً متسجل إن مادسون دخلت المستشفى عندهم يوم 21 مارس بسبب حدثة عربية لكن بتقوله إنه مش متسجل قدامها الساعة اللي هي ماتت فيها ومكتوب في ملفها أنها خرجت في نفس اليوم من المستشفى الساعة 11 وفي اللحظة دي بينهي مايكل للاتصال وبيروح مايكل على المستشفى وبيسألها الاسم الدكتور اللي عمل العملية لمراته لكن موظفة الاستقبال بتقوله أنه مفيش عنهم الدكتور بالاسم ده فبيطلب منها تراجع ملف مراته وبيديلها اسمها فبتقوله أنها خرجت في نفس اليوم اللي دخلت فيه المستشفى وثبت السلسلة بتاعتها وبتسلمها له فبيروح مايكل لصاحبه روب وبيحكي له على اللي حصل ولما روب بيسأل مايكل إذا كان شاف جثتها من نفسه فمايكل بيقوله أنه وقتها كان منهار ويتشيلسي صاحبت مراته هي اللي خلصت كل الإجراءات فصاحبه بيقوله أنه هيقدر يعرف كل حاجة عن طريق مراببت شيلسي وتاني يوم تشيلسي بتتصل بماديسون وبتقولها أن باباها بين الحياة والموت فبتاخد ماديسون إذن من الشغل وبتروح لباباها دار الرعاية وبتودعه قبل ما يموت وفي نفس الوقت بيوصل مايكل للمستشفى وبتقدر ماديسون أنها تخرج من قوضة باباها قبل ما مايكل يدخل للقوضة بلاحظات وقتها بابا ماديسون بيقول لمايكل أن ماديسون كانت بتزوره قبل ما هو يوصل على طول هي عمامتها ولأن مامة ماديسون ميتة من فترة كبيرة فمايكل بيفتكر أن باباها بيتخيل أنه شاب بنته ومراته الميتين وده طبعا بسبب حالته الصحية وتاني يوم بتروح ماديسون لألكس وبتاعتزله عن معاملاتها ليه في آخر مرة كانوا مع بعض فبيقبل ألكس اعتذرها وبيطلب منها تديده فرصة عشان يزبط لها أنه يستهلها وفي نفس الوقت بيروح مايكل لتشيلسي عند بيتها وبيقول لها أنه هيبيع بيته وبيطلب منها تروح البيت تاخد حاجات ماديسون من هناك فبيظهر على تشيلسي أنها مش مرتاحة لطريقة كلامه معيها وبتقوله أنها هتعدي عليه في البيت وبتسيبه وبتركب عربيتها وبتطلع بيها فبيمشي مايكل بعربيته وراها لحد مكتب البريد ولما بتخرج تشيلسي بالمكتب البريد بيدخل يتكلم مع الموظفة لكنه مش بيقدر يعرف منها أي حاجة وفي نفس اليوم بالليل بيروح مايكل يا أبي الروب وبيحكي له على اللي وصل ليه وساعتها الروب بيقوله على اسمه مكان المطعم اللي ماديسون بتشتغل فيه وبيقوله أن في واحدة مواصفاتها مطابقى لمواصفات ماديسون بتشتغل في المطعم ده بقالها كم شهر وبالليل بتحس مادسون أن فيه حد مشي وراها فبيباني عليها الخوف وهنا بيظهر أليسون بيقولها أنت خايفة من إيه فبتقوله أن بقالها فترة متوترة وبتخاف تباتل وحدها فأليسون بيقولها أنه هيبات معيها فبادسون بتسأله عن بنته فبيقولها أنها بيتة عند صاحبتها وبيدخل أليسون معها البيت والصبح لما بادسون بتصحى بتلاقي أليسون صاحي جنبها فبتشكره أنه فدل جنبها وما سمهاش ويتاني يوم بيروح مايكل للمطعم وبيسأل لويتر إذا كان في واحدة بتشتغل معهم اسمها بادسون فبتقوله لأ لكن لما بيوريها صورة بادسون على الموبايل بتقوله نديزة مليتها كيد فبيطلوا منها تدي له عنوانها فبترفض فبيقولها أنه أخوها وباباهم تعبان وعايز يشوفها فالويتر بتقوله لو عايز تعرف عنوانها ممكن تعرفه من حبيبها أليس اللي بيشتغل في الحضانة اللي في آخر الشارع وفي نفس الوقت بتكون مادسون بتتكلم مع تشيلسي في التليفون فتشيلسي بتحكيلها على اللي حصل وبتقولها أنها مش متطمنة لمايكل فبيباني القلق على مادسون وفي الوقت ده بتحس مادسون بأعراض الولادة فتشيلسي بتقولها أنها هتجالها على طول وبتطلب منها تخلي أليس يروح معها المستشفى وبتتنقل مادسون للمستشفى وبيكون أليس وتشيلسي معه في قدة الولادة لحد ما بتولد وبالليل لما الممردة بتسأل مادسون هتسمي الطفل إيه؟ بتقول لها إنها هتسمي بيس وبتسأل تشيلسي على صاحبتها وبتقول لها إنها هترجع بيطها وهتجيلها تاني ولما بتنزل تشيلسي تركب عربيتها بتتفاجئ بمايكل وهو بهددها بالمسدس وفي نفس اليوم بالليل بترجع مادسون البيت وبيكون أليكس اشايل بيس وبيدخله البيت وبيقول للمادسون إنها هيستنيها هي وبيس في بيته عشان ريتشيل تشوف بيس فبادسون بتقول لمايكل إنها هتاخد شاور وهتجيب بيس وهتحصله وبتحس بادسون إن فيه حد معها في البيت وفجأة بتسمع الأغنية لمايكل بيحبها فبتنزل بسرعة للدور اللي تحته بتقفل الأغنية ووقتها بتسمع صوت جاي من قودة بيس فبتطلع تطمن عليه فبتتفاجئ إن بيس مش موجود في سريره وفي اللحظة دي بتسمع صوت البيانو فبتروح بسرعة للقودة اللي فيها البيانو فبتشوف مايكل وهو شايل بيس وبيعزف له على البيانو فبتترجى ما يقزيش ابنها فبيقولها إنه مستحيل يقزي ابنه فبتطلب منه يديها الولد فبيديه لها وبيقولها حطيه في سريره وجازي عشان نرجع بيتنا وأول ما مادسون بتحط بيس في سريره مايكل بيلبسها السلسلة وبيقولها جبتلك معايا الفستان اللي بتحبيه البسيه علشان نمشي وقبل ما تلبس الفستان بيقولها نعو حشيته جدا وإنه طول الفترة اللي فاتت كان بيلوم نفسه لأنه كان عارف إنه هو السبب في موتها هي وابنهم فمادسون بتقول إنه هو اللي أكبرها تعمل كده فبيطلع المسدس من جيبه وهنا أليكس بيخبط على الباب فمايكل بيقولها لو مش عايزين يقتله ما تخليهوش يحس بحاجة وقولي له إنك تعبانة وعايزة نامي فبتروح تفتح لأليكس الباب وتنفس كل اللي مايكل طلبه منها وأول ما أليكس بيمشي بتقفل الباب لكن فجأة أليكس بيخسر الباب وينزل ضرب في مايكل ولأن مايكل بيكون أقوى من أليكس بيقدر مايكل إنه يشيل لحركة أليكس ولما مادسون بتحاول إنها تبعد مايكل عن أليكس مايكل بيزقها وبيوقعها على الأرض ووقتها مادسون بتسحب سكينة من السكاكين اللي على رخابة المطبخ من غير ما مايكل ياخد باله وبتقول إن أليكس ملوش دعوة باللي بينهم وبتقول لمايكل إنه لو قتل أليكس هيدخل السجن وهيسيبها في الدنيا لوحدها فبيقول لها معاك حق مفيش حد يقدر يحميك غيري لإنك ملكي فمايكل بتغرس السكينة ببطنه فبيوقع على الأرض ولما بيشدها من رجلها بتقدر تاخد المسدس من على الأرض وبتروح تتصل بالتوارئ وبتقول لهم إن في وحد اكتحن بتها ومعه مسدس وبيهددها بالأت وهنا مايكل بيقول لها لو مش هتكون إليا مش هتبقي لحد غيري وبيهاجمها فبتضربه من نار وبتقتله وبعدها الإسعاف بتوصل والمسعفين بيعالجوها هيو أليكس والغاية هنا بيخلص فيلمنا النهاردة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد سلام